اشتركوا في القناة تنقسم الى قسمين هداية دلالة وإرشان وهداية توفيق هداية توفيق لا يملكها الا الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشعر هداية توفيق النبي صلى الله عليه وسلم حرص على اسلام عمي ما استطعه حتى تتعلم الامة ماذا التوحيد المعتقب انك عب لا تستطيع ادخال او اخراج احد من رحمة الله انك لا تهدي من احبب نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير من باب اوه هذه هداية من فيها لا يملكها الا الله هداية توفيق هداية دلالة وإرشان تبين وتوضيع يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بشر ان يسيروا على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة وإرشان مفهوم اي نعم وانك لتحدي الى صلاة المستقبل يملكها النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا نفعلها الاناشيد اليوم وسيلة من وسائل الدعوة بعض الناس يقول وسيلة من وسائل الدعوة اليوم الاناشيد نقول لا كان المختضي وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذن بالصح سلم وكيف نرب الناس على الاناشيد ولا نربيهم على الكتاب والسنة حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فرئنا إلى الله من معشر به المره من سماع الغنى فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعاشوا على دندن دندن نعم صحيح إذا قام المقتدزة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكون أناشي ولم تدعو الناس اليوم بالأناشي أو بالكتاب والسنة كتاب من لن يتعي بالكتاب أو السنة فلا واعي وقف مقفوم؟ ألي نعم طيب هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحبك عندنا إشكال الإشكال الأول قلنا الهداية هداية التوفيق وهداية دلالة والشرق كنت أين؟ الإشكال الثاني ما هو؟ من أحببت كيف يحب كافر ثلاثة أقوال القول الأول من أحببت هداية يحب له الهداية هذا لا إشكال بيقى؟ نحن والله نحب للكفار الهداية نقول والله نحب لكم الخير وهو الدخول في الإسلام نقاب عليكم أنتم مخلدين في الناس قول الأبد لا نتجب عليكم الثاني الثاني إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية حب طبيعي حبه لنعمه يدافع عنه لكن يبغض في الله هذا القول الثاني الصحيح أيضا القول الثالث إنك لا تهدي من أحببت قبل النهي عن محبة الكفار ويصح على أقوال الثلاثة لا إشكال تمام؟ طيب إنك لا تهدي من أحببت عندنا إشكال أيضا في الحديث قال الراوي الراوي غير الرواية الراوي هنا في الحديث غير الرواية قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطالب مفهوم؟ قال فكان آخر ما قال هو المفروض يقول فكان آخر ما قال يحكي نفس الكلام الذي تكلم به أبو طالب أنت تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب صح؟ أنا ابن عبد المطالب ما تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطالب صح؟ لماذا الراوي هنا؟ غير الراوي هنا قال فكان آخر ما قال هو ما استطعني يقول أنه لماذا؟ قال تحقيق الرواة التوحيد تحقيق الرواة الرواة الأحاديث معتقد قال قال والله ما أحكي الكفر بلساني ما أحكي الكفر بلساني مع أني حاك الكفر ليس بكافر قال لا ما أحكي الحجاج في مرض الموت قال اللهم اللهم أغفر لي فإنهم يزعمونك فإنهم يزعمون يعني كذب أنك لا تفعل ذكي ما يستطيع فإنهم يزعمونك أنك لا تكفر للحجاج يعيد هذا على نجلي ما استطاع مخفوق أي نعم جاءت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا ابن هذه المرأة جاء سهم قبل المعركة ولا يعرف هذا السهم من المسلمين أو من الكافرين فقالت يا رسول الله أخبرني أين ابني إن كان في الجنة صدقت وإن كان تستطيع الأم تقول على ابنها أنه في النار ما تستطيع قالت وإن كان في الأخرى مفهوم ما تستطيع تحكي هذا بالإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير أن تقدمون على وإن تكوا لا يمكن أن توصف جنائج أهل الإسلام بهذا حتى وإن كان هذا الواقع فشروا تضعونوا عن رقابكم قال بعرب قلاب عندنا من فوائد هذا الحديث البعد عن الرفقة السيئة حتى بعد الموت وهو ميت أطلقه وهو ميت ميت فشروا تضعون عن رقابكم بسرعة تخلصني وهو أنا أعطيت الطالب درجة كاملة لأنه ذكر من فوائد هذا الحديث البعد عن الرفقة السيئة حتى بعد الموت يقول وهو ميت ابعد عنه فما بالك اليوم من يخالطه للبعد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله والثاني حذفها فهجرته إلى ما هاجر لم يكررها مفهوم خالد رضي الله عنه أرسل عمر رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للزكاة امتنع عن دفع السكاة ثلاثة منهم خالد رضي الله عنه فجاء عمر يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه خالد امتنع عن السكاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد دافع عن من خالد رضي الله عنه فقال فأما خالد فإنكم تظلمون خالد المفروض يقول فإنكم تظلمون لا كرر وقال من أحب الناس إليه قال عاوش قال من الرجال ما قال أبو بكر ذكرت مرتين أبوها حتى تذكر مرتين لا مرة واحدة إذن الذي تريد تذكره وتكل في الذكر والذي لا تريد هذا تعرض عنه هو على ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب الشرك الكفر الأكبر فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغذروا للمشركين ولو كان أولي قربة فيه ما ضرت أصحاب السوع للإنسان لأنهم جلسوا عند رأسه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام عنه وفيه ما ضرت تعظيم الأسلاف والأكابل إننا وجدنا آباءنا على أمه ولأنهم ولعظمتها ووضوحها عندهم لم يجادلوها إلا بنعرة الجائعة ما قال الله بكره قالوا له أترضى عن ملة عبد المطلب إذا ملة عبد المطلب الكفر هل الكفار الذين بعثيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة يعني لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لا بلغتهم والدليل هذا الحديث والدليل عمرو بن الحي في جر أختابه في النار صلى الله عليه وسلم وكان منهم موحد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا ليسوا من أهل الفترة نكتفي بها